مرحبا بكم من القاهرة أحييكم ويسأني أن أصحبكم خلال الساعة القادمة ما أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن ترشح المهندس خيرة الشاطر للسباق الرئيسية حتى بدأت الأسئلة والتساؤلات من جانب المواطن المصري من هو المهندس خيرة الشاطر وكيف كانت رحلة صعوده السياسي داخل جماعة الإخوان المسلمين عدد من الأسئلة يتم ترحوها ومعي هنا في الستوديو لإلقاء الضوء على المسيرة السياسية للمهندس خيرة الشاطر داخل جماعة الإخوان معي دكتور إبراهيم الزعفراني قيادي سابق في الإخوان ووكيل مؤسسي حزب النهضة مرحبا بك دكتور إبراهيم أهلا مسأل محضرتك دكتور إبراهيم عيسى أبدأ معك من خبر ترشيح المهندس خيرة الشاطر إلى السباق الرئاسي أنت كيف استقبلت هذا الخبر خاصة أنه كان دائما نفي من جانب المهندس خيرة الشاطر نفسه ومن المرشد العام للإخوان أنهم لن يقوموا بدفع بأي مرشح إخواني إلى هذا السباق الحقيقة أنا استقبلته باستغراب يعني لأنه كما ذكرت كان في وعود من الإخوان أنهم لن يرشيحوا أحد لمنصب الرئاسة بالإضافة إلى أن السبب الأساسي والظاهر والواضح عندنا أنهم يعني فصلوا الدكتور عبد المنعم والفتوح أو أعلنوا أنهم أنه سحبوا عضويته بالتعبير لزاكروا إخواني أنهم سحبوا عضويته بسبب أنهم خالف قرار الجماعة وينوي الترشح حتى ما كانش يترشح يعني مجرد نية فحين تقول جماعة ذلك ويكون السبب المباشر وأنا هنا الحقيقة غير سعيد بقول لأمين الجماعة الدكتور محمود حسين بأنه خالف آدبيات وإخلاقيات الجماعة أرجو أن يقول ما هي الإدابيات وما هي الأخلاقيات شخص بيقول أنا أنوي الترشح نعم وأن هذا هو السبب الحقيقي لأنه تسحب عضويته بالتعبير اللي قيل وأنه أصلا في الجماعة لم يكن هناك اللي جاء للتحقيق حقيقية وأنا طبعا بسوق النصيحة أنا مش جاي الحقيقة أنا بالإخوان لكن أنا أوضح الحقائق وأوجه النصيحة لأنه ربما بعض الزملاء أخواني في الإخوان لا يستطيعون أن أقدموا نصيحة في الوسائل الإعلامي لكن بوصفي أنا لم أعد فرضا في التنظيم فمن الممكن أن أقول النصيحة وأبصر إخواني بنصيحتي دون أن أنا لا منهم نعم ودون أن أكون جزء من هذه الجماعة هذا دائما مشهود لك دكتور إفراهيم لأن الحقيقة أنا لست مع من يهاجمون الإخوان المسلمين يريدون القضاء عليهم لأنه فصيل وطني محترم في عيوب كما كل البشر فيهم عيوب ليسوا ملائكة لكن بيصل الهجوم عليهم لدرجة تحطيم وهذا ليس أنا لا أرغب في أن يكون في مصر مثل هذه المعارضة المتطرفة اللي قد تستعين بالعسكرية على الإخوان المسلمين وفي هذه حياة هدم لكل مبادئهم حتى لو أنهم مخطئون حتى لو أنهم يعني لم يأتوا بالحق والحقيقة وأخطو فعلينا أن نمشي على القواعد الديمقراطية بأن لا نستدعي قوة القيادة العسكرية لأنها لم تعرف الديمقراطية وليس مطلوب منها أن تعيش حياة دمقراطية القيش مهني عسكري انضباطي فلا نطلب منه أن يتعايش مع روح الحوار والديمقراطية طيب يعني إذن بمنتهى الصراحة دكتور إبراهيم وبدون أي تجريح أنت ترى أن جماعة الإخوان أخطأت في مثل هذا القرار وأنت الآن تنصح نعم لماذا تنصح؟ أنا أنصح يعني طبعا أنا تعلمت أنه ترشح الدكتور المشموندس بعد ما وعدوا الناس بأنهم لن يرشحوا أحد قالوا أن هناك متغيرات ولم توضح هذه المتغيرات والمتغيرات التي ذكرت غير مقنعة وأنا طبعا أسعى في وسط بلدي ووطني وخاصة في وسط المتدينين منهم ووسط الإخوان منهم أن تكون لنا جميعا بصيرة وأن نحترم حين تساق لنا الأدلة يعني ماذا تغير في هذه الأوضاع؟ يعني بداية أنت تطلب أن يكون هناك توضيح للأسباب أو أن تكون هناك أسباب مقنعة بسبب يعني أنهم يصعوا الآن بمرشح للرئاسة الجمهورية عدة تسئلة تغير القرار بعد أن كان قرارا الذي ذكره في المطور الصحفي غير مقنع وكان من الممكن أن يواجهوا بيقولوا إحنا عوزين لقينا المجلس الشعب وحده غير كافي لتحقيق الديمقراطية وأن المجلس العسكري يعوق الديمقراطية وتمسك بالوزارة هناك من المرشحين منهم مع الثورة ويستطيعوا أن يقوموا بهذا الدور فلماذا أنا أضيف لتفتيت الأصوات تفتيت أصوات إضافي مع أن عندي من الرجال الذين يستطيعون أن يقوموا بهذا الدور الأمر الثاني وهو أننا فجئنا بأن البشماندس خيرت ليس أمامه عائق قانوني للترشح ولم نسمع قبل ذلك أنه رد له اعتبار لأن القضية لها مصارين القضية الأخيرة القضية الأولى أخذ فيها رد اعتبار القضية للمحكمة العسكرية بتاعت 96 ولكن فيما يخوف 2008 فلم نعلم ماذا حدث فيه هل تم طعن أمام المحكمة العسكرية العليا وأصدرت له حكم بالبراءة ومتى إمتى ولماذا لم نسمع هذا يعني التاريخ ده كان لازم تحصل فيه احتفال كبير جدا بأن البشماندس خيرت الشاطرة شخصية والأستاذ حسب مالك شخصية شخصيات بارزة فلو كانوا أخذوا براءة كنا سمعنا هل هو المجلس العسكري يستجعي أن يكون هناك مجال للشك بأن هناك صفقات بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان هذا ما يثار فيه على صفحات الجرائد بسبب مثلا ما تقوله إذا كان هناك عفو متى حدث ولماذا لا يكون هناك مثلا احتفالية كبيرة بمثل هذا العفو ما هو السؤال ده يجب أن يجاب عليه لأنه يعطي يعطي فرصة لمن يريد أن يقول أن هناك صفقة أن عنده دليل وهو متى تم إما العفو عن العقوبة بقرار من من المشتير طنطاوي بوصفه أن هو يمثل الرئيس السلطة التنفيذية الآن أو أن المحكمة العسكرية العليا عادت محكمته طعن وعادت محكمته حكمت له بالبراءة هذه علامة استفهام يجب أن توضح لجموع الإخوان ولنا جميعا لأنه بترشح رئيس الجمهورية فيجب أن المصرين جميعا تعلم متى البشمانس خيرت أخذ عفو أو أخذ براءة ولماذا لم يظهر في حينها لأنه الأستاذ آيمان نور لما تم العفو عنه علمنا جميعا أنه تم العفو عنه لأنه شخصية عامة جديرة بأن نعرف أخبارها ومرشح لرئيس الجمهورية نعم فعلينا أن نعرف متى بالضبط حدثت نعم السؤال الثاني الموعد اللي كان مقرر بالاجتماع مجلس الشورى كان يوم السلساء ثلاثة أربعة قدم معادل الاجتماع فجأة بقى السبت واحد وثلاثين ثلاثة ما هي أسباب هذا التقديم لابد أن له أسباب نعم فهذه علامة استفهام أخرى يعني إيه اللي خليه يتقدم إيه اللي حصل في الدنيا علشان خاطر يتقدم فيجب أن يخرج علينا يعني مسؤول في الإخوان أو يخرج على المجتمع كله أو يخرج للبشمانس خيرت الشاطر نفسه ويجاوب على هذه الأسئلة لأن الحقيقة الأسئلة تساعد على من يتشكك في أن هناك سمت وأن المجلس العسكري أو القضاء العسكري لن يعطي براءة القضاء العسكري أو أن المجلس العسكري لن يعطي عفوا شاملا يسمح بالترشح إلا إن كان هو راد عن هذا نعم فالكلمات كانت الكلمات غمضة هذا جزء جدا مطلوب لرجل يترشح لرئاسة الجمهورية ومن حقي أن يترشح لرئاسة الجمهورية الجماعة حقول بسأل أريد أن أكمل في أن البشماندس حزب الحرية والعدالة كان من الواجب أن هذا عمل سياسي وهم حصل استفتاع على البشماندس خيرت وكانت الأغلبية غير موافقة ثم رجع على مكتب الإرشاد وحدث أجلوا لم يصلوا إلى حل في البداية ثم أجلوا لمدة عشر طيام ثلاث اجتماعات ماذا حدث من تغيير في هذه الفطرة أيضا يخلينا أن نوصل للنتيجة دية بعد الرفض للقبول ماذا حدث مدة عشر طيام مدة صغيرة يعني ما فيهش أحداث جديدة أنا تصوري أنه مجلس الشورى داخل الإخوان المسلمين حاوز أقول لإخواني والمستمعين جميعا أننا لما كنا منصعد القيادات بتاعتنا بما أن الإخوان المسلمين دعوة شاملة وعامة فكنا بنختاره بعضنا بيختاره على أساس دعوي إن شخص داعية بعضه بيختاره على أساس إداري بعضه بيختاره على أساس سياسي بعضه بيختاره على أساس أبوي فكان الاختيار الشامل كل واحد بيختار على أنه بيعمل في هذه المجالات جميعا لكن أصبح الآن القرار بالتاخل السياسي فيجب أن يكون يعني لم يكن جميعا فأغلبهم يتمتع بالقدرة على ممارسة السياسة واتخاذ القرار السياسي ولذلك بعض الأخطاء التي حدثت في قرارات مكتب الإرشاد منذ قيام الصورة إلى الآن لأن التشكيلة دي موجودة دعوية على إدارية على تربوية على أبوية فالجزء ده بيخرج في حالة من كيف يتكون الرأي السياسي داخل لأنه قرار ترشيح بشماندس خيرت تخذ من مكتب الإرشاد وليس من حزب الحرية والعدالة التي ساعدنا لما تكون حزب الحرية والعدالة ليقوم بدور السياسي نعم إذن مرحوظة أخرى تجعلك ترفض مسألة ترشح المهندس خيرت الشاطر بأن هذا القرار عندما خرج من جانب الجماعة وليس من جانب حزب الحرية والعدالة كان الأولى للسياسيين أنهم يحكموا الموضوع ثم يرجعوه علشان انتوافق مع مكتب الإرشاد الآن نحن أمام الواقع ونريد أن نستفيد من الخبرة يعني داخل الجماعة وكيف صعد المهندس خيرت الشاطر داخل الجماعة أنا أول معرفتي بالمهندس خيرت الشاطر كان بيدرس في كلية الهندسة جامعة الأسكندرية وكنت أنا طالب في كلية الطب جامعة الأسكندرية وكان عدد من طلبة المنصورة والمحلة موجودين في كلية الهندسة وناشطين وقائمين بدور ناشط بجانب مجموعة من الطلبة من الأسكندرية وكانوا دول يعني بعد البشماندس خيرت سمعت أنه كان في مظاهرات 68 بعد النكسة وأنه يعني تاخد من الجامعة وخضى جيشه وسمعات مرة أخرى ليكمل دراسته في كلية الهندسة جامعة الأسكندرية المشهد اللي أنا بشوف فيه البشماندس خيرت الشاطر في وسط العمل الإسلامي بعد ما انتقل من اتجاه الشراكي أو اليساري إلى اتجاه الإسلامي أنه كان فاعل في جمعية فاطمة الزهراء للطالبات وأنه كان بيأتي بالمحاضرين داخل كلية الهندسة ليلقم المحاضرات للطالبات المحاضرات الدينية بسد دكتور محمد شوخي وآخرين وهو أستاذ دكتور محمد شوخي كانوا استاذ في كلية الهندسة وآخرين كانوا بيعطوا محاضرات لجامعية فاطمة الزهراء اللي كان بشرف عليها البشماندس خيرت الشاطر نعم ثم غاب عن عيني البشماندس خيرت الشاطر ذهبنا لزيارته في بيته على أستاذ محمد عسين وآخرين ممكن في تمانينات ثم يعني لا قبل التمانينات يعني لأن فواحد الثمانين احنا قبض علينا في في التحفز بتاع السادات في سبتمبر وسافر البشماندس إلى الخارج نعم تقابل مع الأستاذ مصطفى مشهور تقابل مع بعض القيادات الإخوانية عاش معهم في أوروبا عاش معهم انتقل إلى اليمن كل دي أخبار سمعية أنا ما إدم معاشر ولا لكن أنا بذاكرتي أرى البشماندس خيرت في ملمح آخر وهنا وهو انتخابات مجلس الشورى في يناير 95 نعم قبل ذلك كانت هناك قضية عام 92 التي عرفت إعلاميا وأيضا يعني عرف إعلاميا وقتها المهندس خيرت أشاطر بقوة قضية سلسبيل يعني كيف تحكي لنا عن هذه القضية هو الحقيقة كان في فترة من فترات بنحط خطة وخريطة لأن يكون العملنا يعني منظم محدد الأهداف محدد الوسائل محدد المجالات وكان البشماندس خيرت على رأس المجموعة اللي في القاهرة وكانت في مجموعة مناظرة بتعمل أيضا قريطة وبرنامج وخطة للعمل الإسلامي في هذا الوقت وانا يعني بالمناسبة لا يعني كان لازم في وجود الدكتاتورية وعدم السماح لأحد أن تكون هناك جماعة حتى ولو لم تكن قانونية حتى ولو لم تكن قانونية لأن الدكتاتور والظالم لن يسمح لأحد بأن يعرضه يعني ويعطيه شهادة بالمعارضة فكانت المعارضة بتنظيم الإخوان المسلمين كانت محقة وشاركنا جميعا فإن نحن نعرضه ونتحمل المسؤولية على ذلك سواء كان بسجن أو طب الآن هل نحن بصدد مشروع جديد لتمكين الإخوان أتصور أن الإخوان دلوقتي الفصيل الموجود المنتشر القادر على أداء دور جيد لنقل البلاد إلى الحالة الديمقراطية وعليه الحقيقة أن يبتعد عن الأخطاء والممارسات اللي فيها خطأ لكن لا غناء عنهم لكن حقيقة عليه أن يعلم علينا أن نعلم أن الإنفراد أو الاحتكار بالسلطة يؤدي إلى الفساد والاستبداد وأنه علي أن أصنع أو أتيح للمعارضين أن يكون لهم تواجدهم ويبصروني بعيوبي فإذا هم بصروني بعيوبي وكنت أنا جاد في خدمة بلدي فعليه أن أصح عيوبي وإن نفسوني فعليه أن أقوي من قدراتي لأنه نفس أكثر هم عايروني فاجتنابت المعايبة هم نفسوني فاجتليت المعالية فإذا كان منافسة فالمنافسة جيدة لأن الاحتكار الرحية يؤدي إلى الاسترخاء يؤدي إلى الفساد يؤدي إلى الاستبداد في كل المجالات نعم وهذا أيضا من مشاعر لنا مش موافع عليها على الشيح البشماندس خيرت أنه لو كانت الحكومة والمجلس الشعب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لاثنين من تجاه واحد أنا أتصوري أنه هذا سيؤدي إلى تهميش باقي الطوائف المجتمع هل هذا أيضا ينطبق على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا الدكتور عبد المنعم الفتوح لم يعود من الإخوان المسلمين وسيحدث حالة من التوازن لو جاء بينه وبينهم يطلب مطلوب أن تكون هناك سلطة تنفيذية ليست معادية وليست متداخلة لا هي لو كانت معادية سنظل في الصراع دائم ما بين مجلس الشعب وما بين السلطة التنفيذية وهذا يزع بالبلاد إلى أسوأ مما نحن فيه ووجود تداخل ما بين السلطة التنفيذية وسلطة التشريعية يعيدنا مع الأيام إلى عصور أن تطغى فئة أو يحسد فساد من سيحسب من أنا هو وهو أنا قد يكون المرحلة التي نحن فيها أفضل لنا من أن يأتي العسكري بأن يأتي حتى لو فصيل واحد خد الاثنين لو خيرنا ما بين لو كان ليس لنا طريق إلى الاختيار ما بين الخيارين لن نختار العسكري بالقطع لأن وجود العسكري هو له دور محدد في حماية البلاد ومعه من القوة ومن السلطان ومن ما يستطيع أن يقمع الآخرين أما وجود أي قوة ليس معها السلاح وليست معها القوة البتش أنا تصوري أن نحن من الممكن من المعارضة السلمية أن تقاومها إذا هي حاولت أن تتجبر أو أن تعتدي على حقوق الشعب نعم طيب كيف يعني من وجهة نصرة كيف أثر هذا الترشيح على فرص المرشحين الإسلاميين الآخرين الساحة الآن أصبحت فيها أشياء كثيرة يعني فيها كلام عن الأستاذ حازم صلاح بسمعهين فيها كلام عن السلفيين وهل هم سيقفوا مع البشماندس حازم وبسماعيل أو سيقفوا مع البشماندس خيرت أو سيقفوا مع الدكتور عبد المنعم أو هل هم سينقسموا جزء منهم سيقفوا مع الإخوان وجزء منهم سيقفوا مع البشماندس حازم هل ستخرج مفاجآت أخرى أمام المرشحين أنا أتصوري أن في الطبقة المثقفة الدكتور عبد المنعم بالفتوح منفتح عليها وممكن يكون حظوزه كبير أما في الطبقة الشعبية والمناطق المختلفة حتى توقف على مدى وصول المرشح إليهم ومدى قوة حملاته الانتخابية والأفراد المعاونين له ومدى وصولهم للناس لأننا شعب طيب يعني ما بتفرقش معها قصة ينتخب مين ولا ينتخب مين ما بيدورش قوي عليها والثقافة شعبنا ما وصلش للمرحلة إنه هو يميز ما بين البرامج لكن هو حسب الشخص اللي بيحبه اللي حيقول له انتخب فلان إلا متنزل مسألة المال والفلوس الفلول بالفلوس لأنها مسألة مؤسرة أيضا لأن شعبنا فقير أنا أتصور مسألة لازالت هناك منافسة قوية ما بين المرشحين الموجودين وأنها غير محسومة يعني لأحد وأنها لن تحسن من أول جولة وأنا نتوقع أنها ستحدث إعادة نعم فيما يخص بأسماعات الشخصية للمهندس خيرة الشاطر قدراته التنظيمية قدراته الاقتصادية التي تحدث عنها الجميع حتى يتحدثون أنه كان يدير الجماعة وهو داخل السجن أو يدير الملفات الاقتصادية للجماعة داخل السجن هل من الممكن أن تؤثر هذه السمات الشخصية على مسألة الترشح هو في فترة من الفترات إلى أن إلى عهد الأستاذ مأمون هضيبي كان أستاذ المرشد مأمون هضيبي كان ممسكا بكل خيوط الجماعة ولم يكن يسمح لأي أحد أن يكون له قدرة على الإمساك بخيوط الجماعة أو تحريك الجماعة يعني هل هذا من باب التهويل اللي هو أنه كان يدير بعض الملفات حتى هو داخل السجن لا أنا أتكلم عن فترة أستاذ مأمون هضيبي آه نعم بعد فترة أستاذ مأمون هضيبي جاء أستاذ عاكف أستاذ عاكف ما بيهتمش بالأمور إدارية كثيرا أحب أن يوزع المسئوليات وكان فيه تخوف من من جيل السبعينات اللي هو جيل الدكتور عبد المنعم ومجيلنا اللي هم يعني نشعوا في الاتحاد الطلابية ثم في النقابات ثم في غيرها فكان فيه تخوف من يعني الإخوة يعني تعرضوا للأزا أيام عبد الناصر من تنظيم 65 والإخوة في التنظيم الخاص الذي يكون من أجل الدفاع عن فلسطين ومن أجل الدفاع أو محاربة الإنجليز في القناة وصدرت منه بعض أخطاء لكن كان الطبيعة العسكرية للفصيلين من الإخوان والطبيعة العامة اللي كانت أيام بساز البنة أنه عمل عام وبيختلطه بالناس ثم جيل السبعينات اللي طلع في فطر انفتاح السادات وبدأ يعمل بالعمل العام ويعمل ضمن الاتحادات الطلابية ويختلط بالآخرين ثم يتعامل مرة أخرى في النقابات وفي عمل فعلي مع الجماهير فكان فكان فيه تخوف تخوف حدث موضوع الحزب الوسط أوجد تخوف كبير عند الفريقين فريق 65 وفريق التنظيم الخاص من المجموعة السبعينات اللي خرج الإخوان اللي قاوها عمل زخم إسلامي في الجامعات كبير فكان التفكير أنه الدكتور عبد منعم أبو الفتوح حتى بعد ما طالع من السجن في 2005 أنه لا في أصلي في 2000 سنة 2001 أنه لم تسند له أي أي مسئولية داخل مكتب الإرشيد فكانت تسند المسئولات للدكتور محمود عزت ثم المسئولات للمشمان سخيرة الشاطر بشمان سخيرة الشاطر في انتخابات 95 تنافس على المقعد في القاهرة كان في تسعة من القاهرة فكان المقعد التاسع تنافس هو ودكتور محمود عزت على المقعد التاسع ثم عيدت الانتخابات بينهما لأنه كان لازم أحد منهم يتجاوز النصف وفاز الدكتور محمود عزت بالمقعد وأصبح دكتور البشمان سخيرة هو اللي علي الدور إذا خل مقعد فلما خل مقعد الدكتور أحمد الملط بوفاته رحمه الله داخل المجلس مكتب الشورى البشمان سخيرة الشاطر نعم بشمان سخيرة الشاطر وهو الدكتور عبونا من فتوح كان فرعساي الرهان داخل مكتب الإرشاد الاثنين بيمتازوا بالزكاء الاثنين بيمتازوا بالسرعة البديهة الاثنين بيمتازوا بكارزمة لكن كان فيه تخوف من دكتور عبونا من فتوح لصرحته ووضوحه لأنه يعني ما بي بسكوتش عن خطأ على طول بيتحدث به وقد يتحدث به بما يعني ما يخليش المجلس راضي عنه فما كان لكن البشمان سخيرة يعني استطاع أنه يكسب الأطراف الأخرى ب وضوع من الدكتور عبونا وفتوح أكثر وضوح أنا يعني طيب دكتور إبراهيم سؤال الأخير لك يعني رغم الانتقادات التي توجه الآن إلى جماعة الإخوان ورغم عدم رضا شريحة كبيرة من المجتمع المصري على مثل هذا الترشح بعد الوعودة السابقة أنت كيف تنظر إلى هذه الانتخابات أيضا للإخوان المسلمين مثل فوزين في الانتخابات البرلمانية أنا الحقيقة بشي أقدر أتنبأ بما سيحدث والأحداث يعني لو أنه ظهر للناس أنه أنه هناك أنه جيش تدخل في مثل هذا الأمر أنا أتصور أنها حتزب الميزانة في اتجاه آخر لكن لو اتضحت الحقائق وأن الإخوان حقيقة ليس لهم أي علاقة أو المجلس العسكري ليس له أي علاقة بترشح البشماندس خيرت أنا أتصور البشماندس خيرت حظوظه موجودة مع وجود حظوظ منافسة مقاربة للدكتور عمونة ملفتور شكرا جزيلا لك في نهاية اللقاء كان معي دكتور إبراهيم الزعفراني قيادي سابق في الإخوان ووكيل مؤسسي حزب النهضة شكرا جزيلا لك أشكرك شكرا مشاهدينا الكرام فواصل قصير ونلقاكم عند رأس الساعة موجز الأبرزي وآخر الأخبار فابقوا معنا شكرا